في شأن آخر توعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون رد بيونغ يانج حازما وأن يلجأ إلى القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية رفقة ابنته وزوجته وذكرت الوكالة أن إطلاق صاروخ حاوسينج 17 من الطراز الجديد قد أثبت بوضوح موثقية نظام الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية هذا وانتقد كيم أسماه بتدريبات حرب العدوان قائلا إذ استمرت الولايات المتحدة في توجيه تهديدات ضد بلاده فإن بيونج يانج سترد بحزم على الأسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة بحسب وصفه